انطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تنظمه جائزة خليفة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وأكد معالي وزير الزراعة المهندس إبراهيم شحادة أن المهرجان حقق قفزة نوعية في تعم وتطوير التمور الأردنية ويهدف المهرجان إلى دعم قطاع إنتاج وتصنيع التمور بالأردن الذي توليه الحكومة رعاية خاصة وتسويق التمور الأردنية وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج المملكة وتحديد المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها أولاً هذا المهرجان مهرجان يلامس قيمة أساسية من قطاعنا الزراعة وهي قطاع التمور ونشر زراعة هذا التمور أحد أهم أهداف هذا المهرجان أيضاً نشر قيمة الاقتصادية لهذه السلعة التي نفتخر بأن مزارعنا يقدمها بشكل مجد ومجتهد تمر المجهول أصبح براند نيم الأردن تمر المجهول أصبح بجدوى اقتصادية عالية ونحن من خلال هذا المهرجان نحاول أن نستغل استغلال أمثل لمواردنا الطبيعية مثل هذه الزراعات خاصة حينما نتحدث عن استغلال أمثل لمواردنا الطبيعية يلامس احتياجات هذه الشجرة من قلة المياه وكذلك أمر المياه المالي حاولتنا استطيع نشر تقنات هذه الزراعة عليها بإذن الله هذا القطاع يضم حوالياً حوالي 200 مجارع من مجارين نخيل المحترفين الذين ينتجون صنف المجهول والبرحي الأردني الذي أصبح مطلوباً في السوق العالمية هذه المناسبة اليوم للإعلان عن المهرجان الدولي الثاني هي عبارة عن إشارة البدء للتحضير لهذا المهرجان الهام الذي سيساهم في الترويج وفي تسويق التمور الأردنية في الأسواق العالمية أيضاً سيساهم في تنظيم عقود ما بين المزارعين وما بين الشركات المستولدة في السوق العالمي الذين سيتم استدعاوهم أيضاً هناك برنامج للحوافز التشجيعية للمزارعين هناك جائزة لأفضل مزرعة هناك جائزة لأفضل منتج من المجهول هناك جائزة لأفضل بحث علمي في مجال التمور في الواقع هذا مهرجان وليس مؤتمر والمهرجان يشمل عندك فعاليات وكل مهرجان للعالم في أي مكان في الزراعة أو غير الزراعة هي عبارة عملية تنشيط وتشجيع الموضوع الذي يقام من المهرجان وفي هذه الحالة الموضوع النخيل والتمور وهذا هو المهرجان الثاني الذي يقام في الأردن الشقيق وهدف الأساسي هو تشجيع زراعة وتقنيات التمور وتشويقها